جهود كبيرة يقوم بها رجال منتسبوا قوة الحرس الوطني تعكس قيمة الدور الوطني العظيم الذي يؤدونه في الحفاظ على أمن واستقرار مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى القوات المسلحة حفظه الله ورعاه إنشاء قوة الحرس الوطني عززا من تكامل المنظومة الأمنية والتي تكرست من أجلها مساعي القوة مع قوة دفاع البحرين والمؤسسات الأمنية المعنية في كيفية الحفاظ على أمن الوطن والمواطن من خلال الاستجابة الفورية لنداء الواجب في مختلف الميادين الوطنية جهود عظيمة يمذلها رجال ومنتسبوا قوة الحرس الوطني ترسخ من قيمة الدور الوطني العظيم الذي يقومون به في الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار وتقدم مملكة المحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه ما يزيد على خمسة وعشرين عاما على تأسيس الحرس الوطني فإنشاء هذه القوة عزز من تكامل المنظومة الأمنية والتي تكرست من أجلها المساعي الحثيثة لقوة الحرس الوطني مع قوة دفاع المحرين والمؤسسات الأمنية في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة وبما يصب في كيفية الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن الجاهزية الدائمة والرفيعة لمنتسبي قوة الحرس الوطني باعتبارها جزءا من منظومة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ظهرت وما زالت تظهر من خلال الاستجابة الفورية لنداء الواجب في مختلف الميادين الوطنية وعمر ما تمديه القوة من التأخب المستمر في الدفاع عن وحدة المملكة ليتحقق ذلك نتيجة لتطوير والتحديث الدائم لقطاعات الحرس الوطني وفق خطط استراتيجية بدى خلالها الحرس الدائم من قبل القائمين على القوة بضرورة رفع مستوى الكفاءة والجاهزية للقوتين المرية والمحرية عبر المشاركة في تنفيذ التمارين والتدريبات الداخلية والخارجية الحرس الوطني وما وصل إليه من مكانة مربوقة مات عمقا ودرعا أمنيا منيعا وذلك ما زال يظهر جليا من نافذة ما يقوم به منتسبو الحرس الوطني من ضباط وأفراد من أدوار وطنية مخلصة وعطاء كبير في النهوض بواجبهم الوطني عبر مستوى التلاحم والشراكة المجتمعية لمنتسبو القوة